نروح على مطش الكاس يلا بينا نروح على مطش الكاس الاهلي المواجهة دي شايفها ازاي مطش ممكن الناس دايما تشوف ان في الوقت الحالي كافة الاهلي اكثر ميلا لان الفري مستقرة اكتر مع مدير فني بقى له سنة ونص خلاص اللعبة حافظت طريقة لعبه لكن انا بشوف ان الاهلي عليه الضغط الاكبر اكبر من الزمالك الاهلي مطالب بالفوز جماهيريا بحكم الاستقرار وبحكم الزمالك مطالب بالفوز جماهيريا مطالب بس هقولك حاجة الزمالك مع مدرب هيلعب مطش الرابع وصفقات لسه جاية من ما كملت شهر توصد ان الزمالك لو خسر عنده عزره الاهلي معندوش عزره وانكن تتصور انه جمالي الزمالك مش هتدي عزر لأي حد ده طبيعي بس في الاخر انت لما تيجي الاهلي يكسب الزمالك فانت جيت قلت لأ جمز واخطأ فاول رد هيئيه ده الرابع مطش دي لسه لحد دلوقتي راجل اللي عاب 3 مطشات بيجرب في كل مطش لسه عايز يشوف اللعيبة اللي بتشارك عايز يشوف كل اللعيب يقدر يقدم ايه بيغير تغيرات كتير جدا جدا ولسه بيتعرف على لعيبة الزمالك كقوام للفوز قبل ما نخش رأيه قتيل الاهلي تخلص من مشكلة كانت عنده الموسم الماضي اه الاهلي كان عنده قافة الموسم اللي فات والموسم اللي قابله لكن خلينا نختصرها في موسم مارس الكولر القافة اللي كانت بتصعب كل حاجة على الاهلي رغم انه كان بيحقق كل البطولات لكن اللي كانت مصعبة كل حاجة على الاهلي هي اهضار الفرص وطبعا ده كان معها منادى دايما من جمهير النادي الاهلي انه لازم يتعاقد مع مهاجم قوي فلما نجي نبص على ارقام النادي الاهلي التهديفية ما بين الموسم اللي فات والموسم الحالي مقرنتها بالاهدف اللي كان المتوقع تسجيلها لما نأرضها مع بعضها لان الموسم اللي فات الاهلي سجل 63 هدف في بطولة الموسم اللي فات الاهداف المتوقع لي 106 هدف ده يعني سجل بمعدل 59% بس من اللي كان متوقع عليه يسجله الموسم اللي فات في الدورة لما نيجي للموسم الحالي في المباراة اللي أهلي خضها من بداية الموسم الحالي الأهلي سجل 30 هدف كان متوقع ليه نوعي سجل 23 و 12 بس هدف يعني الأهلي متخطي 100% من الاهداف المتوقع مسجل أكتر من المتوقع منه الأهلي كان متوقع منه في المتوقعات كلها يسجل 24 هدف وسجل 30 فدي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا متواجه مارسل كولور دي كان هو بيطلع في كل وقت وكل مؤتمر صحفي يقول أنا طلبت من الإدارة أن أنا محتاج من مهاجم ولغم كده مازال هناك تحفظ جماهيري على مهاجمين النادي الأهلي تحديدا على مودست وغياب كهرابة دلوقتي وسامي أبو علي لسه هو بياختو خطواته أولى وإن كان فيه بشاة خير بالنسبة للمهاجم بس لسه برضو الأهلي ما حلش المشكلة بتاعة المهاجم لكي أنت بتقول لي أنه حل المشكلة بتاعة الهجوم لما نيجي نبص برضو حتى مشكلة المهاجم أنا بشوف برضو بيطم تطخمها برضو شوية من جماهير النادي الأهلي لما نيجي نبص على مهاجمين النادي الأهلي في الموسم الحالي اللي احنا قلنا الأهلي سجل 30 هدف هنلاقي أنتوني مودست مسجل 4 هدف محمود عبد المانا مكوربة مسجل 6 هدف ووسم أبو علي مسجل هدف يعني مسجلين 11 هدف من 30 هدف ده معدل كويس تلت الهداف تقريبا وسام أبو علي هدفين ف12 هدف من 30 هدف بعدين تلت الهداف وسام أبو علي لسه جاي مودست لسه كان فيه شكوك عليه على الرغم من ده كله مركز المهاجم في النادي الأهلي مساهم ب12 هدف يعني 3 هدف كان ممكن يبقى نص الأهداف مسجلها مركز المهاجم في النادي الأهلي فبشوف إن فيه مبلغة شوية أو تطخيم لفكرة إن فيه مشكلة كبيرة في مركز رأس الحربة النادي الأهلي يا فيه مشكلة في مركز رأس الحربة عموما أنا شايفها في مصر عموما يعني في الدور المصري أو للمنتخب وفيه مشكلة في مركز رأس الحربة الموضوع تم تطخيمه عند الأهلي بسبب الصفقات المتتالية في مركز المهاجم اللي ما رجحتش